طيب خبر خاص لي رقم 10 قالي ديانج لاعب النادي الاهلي بعد تقول لكم الواضح الفترة اللي فاتت مع فريقه نادي جالد صراي التركي بيرجع تاني بيسأل النادي الاهلي عن امكانية ضم اللاعب ده عن طريق بعض الوسطاء هم ما بعضش عرض رسمي فريق جالد صراي بس بيسأل من النادي الاهلي عن طريق بعض الوسطاء هل ممكن ديانج يكون موجود في الفريق جالد صراي الموسم اللي جاي او الموسم الجديد اللي هيبدأ في الصيف المقبل أنا أعتقد أنه الأهلي مش هيستغنى عن ديانج بقال تصوري ده مش معلومة تصوري 7 مليون 8 مليون يورو ليه؟ لعب صغير في السجن لعب مركزه مهم جدا للعالم كله لعب الوسط المدافع ده مهم جدا للعالم كله ولعب في أعلى مستوى لي في أعلى مستوى لي أعتقد وده الصح يعني أتصور أن الأهلي مش هيستغنى عن اللاعب ده بأقل من 7-8 مليون يورو وهيكون رقم مرضي جدا ساعتها الأهلي نقول له مش يلا توكر على الله بيع ديانج جميلة هتقول له تمام مش زعلانين عشان أنت هتعوضنا بلعب آخر غير ديانج لكن لو ديانج جاله عرض قليل لا يبقى الأهلي يستفيد منه فنيا أحسن ما يبيعه برقم قليل ده بالنسبة لي ديانج بالمناسبة ديانج برضه في ناس اتكلمت كوسطاء يعني أنه عنده عرض آخر من آيكس الهولندي وعرضين ممكن يجوا من السعودية وإيطاليا عن طريق وكيل إيطالي دي المعلومات اللي عندنا بخصوص أليو ديانج طبيعي طبيعي عشان عادي في الجمهور يجيب أن يقول لك أنت بتتكلم على عروض قبل ما يحصل حاجة رسمية وبتباوز الفرقة طبيعي النجوم كبيرة في النادي الأهلي زي أليو ديانج هيبقى عندهم عروض طول الوقت وأكيد فيه وسطاء بيتكلمه طول الوقت وأكيد فيه وكلاء بيتكلمه طول الوقت وأكيد النادي الأهلي عنده علم بكل الأمور دي فاش أي مشكلة مهم نلاعب مستقر مع الفريق ونلاعب يؤدي بشكل رائع جدا والنادي الأهلي يدرس هذه الأمور بزكاء وبشكل محترم ترجمة نانسي قنقر